أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار تصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران على إثر ما تردد من توجيه دربات ساروخية ومصيرات ضد مواقع في إيران وسوريا وفي بيان الوزارة الخارجية طلبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتسال الكامل لقواعد القانون الدولي ومساق الأمم المتحدة محذرة من عواقب التساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة ومن آثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها ولافتة إلى أنها ستستمر في تكسيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاريين